بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ننير بصائرنا وأن نلهمنا رشدنا وأن يسددنا في القول والعمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالصالحات أسأل الله جل جلاله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وأنور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض عليه وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب أيها الإخوة والأخوات يتجدد معكم اللقاء من بيت الله الحرام من جوار الكعبة الشريفة من أطهر أقعة ومن خير البلاد وأفضلها عند ربنا عز وجل وأحبها إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مكة شرفها الله ومسجد الكعبة المسجد الأول نلتقي لنتدارس آيات من كتاب ربنا جل جلاله ونحن نقف مع سورة عظيمة نتدارس آياتها الكريمة وهي سورة آل عمران وكان وقوفنا في درسنا الماضي عند قول ربنا عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيما وآل عمران على العالمين هذه الآية الكريمة المباركة تحدثت عن أمر عظيم وعن حق جليل لرب كبير فالله عز وجل هو الذي خلق والله سبحانه وتعالى هو العليم بما خلق والله عز وجل هو الحكيم الذي خلق كل مخلوق لحكمة ولغاية وهدف ويجل سبحانه وتعالى أن يخلق شيئا عبثا كما قال ربنا عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا فهذا الحق العظيم للرب الجليل الكبير المتعال أنه سبحانه وتعالى هو صاحب الحق في هذه المخلوقات أن يختار منها وأن يصطفي منها ما يشاء وأن يفاضل بينها فهذا حقه وهو أمر قائم على العدل وعلى الحكمة منه سبحانه وتعالى وجاء التصريح بهذا المعنى مرتبطا بالمخلوقات في قول ربنا عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار والاستفاء هنا بمعنى الاختيار بمعنى الاختيار ونجد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضية التفاضل بين المخلوقات فالقرآن ذكر شيئا من ذلك وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت شيئا من ذلك فنجد أن الله سبحانه وتعالى وهنا نجد في هذه الآية فاصطفى المذكورين فالله ذكر عبدين صالحين وذكر بيتين مباركين وفضلهما على العالمين والله سبحانه وتعالى قال في كتابه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال عز من قائل ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا فإذا هذا ما يتعلق بالأنبياء فالله عز وجل فاضل بينهم أيضا نجد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن البقاع وأن الله عز وجل اختار هذا البلد الحرام واختار هذه البقعة المباركة وهذا البيت وفضله على سائر بلاد الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله فإذا هذا إخبار بتفضيل هذا البلد الحرام على سائر بلاد الدنيا وأيضا نجد أن الله سبحانه وتعالى فاضل بين الأيام فقدم يوم عرفة على بقية الأيام وقدم يوم الجمعة على سائر أيام الأسبوع وكذلك فاضل بين الشهور فجعل من الشهور أربعة حرم وجعل أيضا أن سيد الشهور شهر رمضان ثم في شهر رمضان العشر مقدمة الأخيرة على بقية الشهر ومن العشر ليلة القدر إذن قضية التفاضل قضية منصوص عليها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل الذي أخبرنا عن هذا الحق الذي له وهو أنه صاحب الحق في أن يفاضل بين مخلوقاته جل جلاله أن ذلك حصل وأخبرنا ربنا عز وجل في كتابه عن شيء من هذه المخلوقات والتفاضل الذي كان بينها وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فهذه إذن الآية الكريمة قدمت به هذه الحقيقة القرآنية أن الله صاحب الحق أن يفاضل بين الأشياء فيقول الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين قضية النبوة والرسالة قضية النبوة والرسالة حقيقة عندما نقف معها أول ما نقف مع هذه القضية العظيمة وهو أن ونحن نتأمل في هذه القضية فإننا ندرك كمال عدل الله عز وجل وكمال رحمة الله سبحانه وتعالى وكمال وفائه بوعده جل جلاله لعبيده ولا يلزمه أحد ولكنه جل جلاله أوفى الأوفياء والله عز وجل قال عن نفسه ومن أوفى بعهده من الله فالله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث في اليوم الذي أخذ فيه العهد على ذرية آدم أخذ العهد على ذرية آدم كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله استخرج من ظهر آدم ذريته ونثرهم بين يديه قبلا وكان ذلك بنعمان أي بعرفة وجاء من خبر أبي بن كعب أن الله جل جلاله أخرج هذه الذرية واستشهدهم على أنفسهم قال ألست بربكم فالجميع أقر له بالربوبية وحق الألوهية فقال الله عز وجل سأشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع فأقرت البشرية كلها له بهذا الحق قال سأشهد عليكم الملائكة فأقر قال قم يا آدم واشهد على ذريتك ثم قال سأرسل إليكم رسلي وأنزل عليهم كتبي يذكرونكم هذا العهد والميثاق فالله عز وجل وهو أوفى الأوفياء وفى لعبيده فبعث في هذه البشرية الرسل والأنبياء ليذكروهم بعهد الله ويذكروهم بأمر الله عز وجل لهم ويدعوهم إلى الإيمان به وعبادته وحده جل جلاله وأيضا كما ذكر الله عز وجل في القرآن حال نزول الأبوين من الجنة إلى الأرض قال الله عز وجل لهما فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى والله سبحانه وتعالى أخبر أن من هداه للناس وهو هدى البيان والدلالة والإرشاد الأنبياء والرسل لذلك قال الله عز وجل في حق أنبياء بني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وقال وقال الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه هاد فإذا فأول ما نقف مع قضية النبوة فإننا نقف مع هذا الجانب العظيم والأمر الجليل وهو أن النبوة فيها معلم رئيس لملء القلب بالإيمان بكمال رحمة الله وعدل الله وحكمته وأنه أوفى الأوفياء جل جلاله وأيضا نأخذ منها في الوقوف مع قضية الأنبياء كمال الرحمة من الرب جل جلاله فلما كان هذا الإنسان مبتلا والله عز وجل هيأه وخلقه على خلقة قابلة للقيام بما كلف به ولكن هذا الإنسان اختار أن يكون تحقيقه لتلك الغاية باختياره وإرادته فلذلك كان الحكمة الابتلاء أن يبتلى هذا الإنسان والابتلاء على تلك الغاية التي خلق الإنسان لأجلها وهي عبادة الله عز وجل وحده فالله سبحانه وتعالى من كمال رحمته أنه لم يترك الإنسان لوحده أمام هذا الابتلاء بل الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ولا يعذب إلا بعد إرسال الرسل كما قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ثم أيضا يدل على كمال حكمته فالله هو الذي خلق الناس وخلق الأنفس وهو الذي يعلم طيبها من السيء منها فكان اختيار الأنبياء من الصالح منها ومن علم الله عز وجل حسن طويته وزكاء نفسه وصلاح باطنه واستقامة قلبي وفطرته فاصطفى الأنبياء ممن هم بهذه الكيفية وممن هم على هذه الخلقة السوية وكما قال الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته فإن هؤلاء يبلغون عن رب العزة والجلال وهؤلاء هم الذين يتنزل عليهم الوحي وهم الذين يبلغون دين الله وهم الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى حججا على العباد فالنبي تقوم به الحجة على من بعث فيهم فلما كان لهم هذا الدور العظيم الجليل أنهم يبلغون عن رب العزة والجلال وأن الوحي تنزل عليهم وأنهم يصبرون على أذى الناس وأنهم يعاملون الناس بالرحمة والعزم الصادق على صلاحهم وإرجاعهم إلى الله جل جلاله وأن يصبروا على ما يأتيهم من قبل من بعثوا إليهم فاقتضى ذلك الأمر أن يكونوا هم الصفوة وهم الخير فاختارهم الله عز وجل واصطفاهم لذلك أجمعة الأمة على تفضيل الأنبياء على غيرهم من الصديقين والشهداء والصالحين تفضيل الأنبياء على غيرهم ثم أن الأنبياء فيما بينهم ثم أن الرسل أفضل من الأنبياء ثم فاضل الله سبحانه وتعالى بين الأنبياء وبين الرسل كما قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقدم الله عز وجل في الفضل أولو العزم من الرسل وهم رسول الله نوح ورسول الله إبراهيم ورسول الله موسى ورسول الله عيسى ورسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين فهؤلاء أولو العزم من الرسل الخمسة وهم أفضل الرسل والأنبياء ومن ثم فهم أفضل الخلق أجمعين والله عز وجل ذكرهم في كتابه وأفردهم بالذكر في أكثر من موطن وموضع في القرآن ومن ذلك قول ربنا عز وجل أولا في الإشارة إلى هذا الإسم أولو العزم من الرسل قول الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وفي ذكر أفرادهم وأن هؤلاء الخمسة الذين ذكرتهم قال الله عز وجل وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن كا ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم إذن هؤلاء هم الخمسة أولو العزم من الرسل ثم أن قضية الإيمان في بعدها العمل فأساسها إنما هو تصديق الرسول لأنه هو المبلغ عن ربه وهو الناقل لوحي السماء وهو القائم بأمر الله عز وجل الذي نزل عليه ليكون هو في ذاته القدوة والنموذج الأمثل للناس إن عملوا بما عمل نجوا وإن فارقوا العمل بما عمل هلكوا وخسروا فلما كان أمر النبي بهذه الكيفية فلذلك كان موقع هذا الأمر من الإيمان موقعاً عظيماً جليلاً فلذلك الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فهو ركن من أركان الإيمان وهذه السورة العظيمة كما قلنا قضيتها الرئيسة قضية النبوة وقضية الطاعة للأنبياء وقضية الموقف من الأنبياء التعامل معهم وهذه السورة كما أدركنا والتي ابتدأت بالخبر والذي كما أشرنا فيما ورد في سبب نزولها في وفود أو في ذلك الوفد من نصارى نجران الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة بعد هجرته وكيف أنهم لم يقبلوا وهذا كله تبين من خلال مدارسة الآيات السابقة ورأينا كيف أن هذه السورة العظيمة الجليلة كيف تكرر فيها تصدير عدد من آياتها والله عز وجل يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الناس في مواقف متعددة ونجد أن تلك المواطن تصدر بقول الله عز وجل قل قل فالله عز وجل يأمر رسوله أن يقول للناس ويثبت في تلك الآيات قول الله عز وجل قل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ليستقر وليتجذر في قلوب المؤمنين وليسمع غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دوره البلاغ عن ربه جل جلاله دوره البلاغ عن ربه وأنه أمين على تلك الأمانة التي تحملها وأنه كان وفيا لها فلذلك هو يبلغها كما نزلت إليه و كيف كان موقف نصارى نجران في قضية النبوة وما وصلوا إليه من الانحراف حتى أنهم جعلوا المسيح عيسى بن مريم عليه السلام أنه ابن الله وأنه ثالث ثلاثة وأنهم عبدوه من دون الله عز وجل وكيف كانت تنظر اليهود إلى كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام وما وصلوا من الغلو في أمره وشأني ثم موقفهم من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بالتكذيب وعدم الإيمان به صلوات ربي وسلامه عليه وحتى لا يدخل الأمر في ذلك المعترك الذي يمكن أن يغتنمه إبليس وأن يقوم التفاضل بين الأنبياء على غير ميزان وهدى ويكون سببا في أن يكذب أتباع كل نبي النبي الآخر أو أن يتخلى أهل الإسلام عن أنبياء أو الأنبياء الذين سبقوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا أنبياء بني إسرائيل ويقولون لا دخل لنا بهم والله عز وجل كما قل جعل من أركان الإيمان الإيمان بالرسل والإيمان بالرسل كلهم من ذكرهم الله عز وجل بأسمائهم ومن ذكرهم الله على وجه الإجمال كما قال الله منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فنحن نؤمن بالجميع من ذكروا بأسمائهم فنؤمن بأفرادهم نؤمن أن من أنبياء الله إدريس وهود وصالح وإبراهيم وموسى وهارون وداود وسليمان وعيسى مع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نؤمن بهؤلاء لذلك كلمة لطيفة ذكرها ابن القيم رحمة الله عليه يقول لا نقول هؤلاء أنبياء بني إسرائيل لا تعلق لنا بهم بل يجب علينا احترامهم وتوقيرهم والإيمان بهم ومحبتهم وموالاتهم والثناء عليهم صلوات الله وسلامه عليهم وكيف لا يقال هذا الكلام ونحن نجد في كتاب الله الثناء العاطر العظيم من رب العزة والجلال على هؤلاء الأنبياء والرسل ما أعظم الثناء والله عز وجل يذكر عن موسى عليه السلام فيقول واصطنعتك لنفسي ويقول وكلم الله موسى تكليما وعن إخبار الله سبحانه وتعالى عن سليمان وما آتاه الله عز وجل من الملك العظيم وعن كلام الله سبحانه وتعالى عن إسحاق وعن يعقوب والثناء عليهم بأنهم من عباد الله الصالحين فلذلك كلمة ابن القيم يقول لا نقول هؤلاء أنبياء بني إسرائيل لا تعلق لنا بهم بل يجب علينا احترامهم وتوقيرهم والإيمان بهم ومحبتهم وموالاتهم والثناء عليهم والله عز وجل كان يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم فبيهداهم اقتده فإذن هذا منهج عظيم والله عز وجل جعل في قصصهم عبرة لأولي الألباب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يربى بالقرآن والتربية بالقرآن إذن منها التربية على قصص الأنبياء الذين سبقوا وعلى ما ذكر الله عز وجل من هذه القصص المتعلقة بالرسل والأنبياء الذين سبقوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في البعثة لأممهم وأقوامهم وشعوبهم فيقول الله عز وجل إن الله اصطفى إذن أدركنا أن قضية الاصطفاء بمعنى أن الله اختار إن الله اصطفى فمن هؤلاء الذين اصطفاهم الله واختارهم الله فذكر عبدين صالحين وبيتين مباركين فقال الله عز وجل إن الله اصطفى آدم آدم أب البشر وهو الأب الأول للبشرية ولي جنس بني آدم هذا الإنسان فهو الأول والله عز وجل اصطفاه وفضله وأخبرنا في كتابه عن هذا التفضيل فأخبرنا الله عز وجل أنه خلق آدم بيديه وهذا فضل عظيم وأن الله سبحانه وتعالى نفخ فيه من روح وأن الله عز وجل علمه الأسماء كلها وأن الله عز وجل أسجد له الملائكة وأن الله عز وجل أسكنه جنته وأن الله عز وجل تاب عليه عند خطأه واقترافه لما نهي عنه قبل دخول الجنة وأن الله عز وجل هداه فإذا هذه هذا من الاصطفاء للأبي الأول آدم عليه السلام ومن ما يدل على اصطفاء آدم أن الله عز وجل ينسب ذريته إليه نسبة التشريف فلذلك من التشريف لذريته أن يذكروا في القرآن بقول الله عز وجل يا بني آدم وبقول الله مدل على هذا في الصراحة ولقد كرمنا بني آدم فعند فعند التكريم نسب إلى الأب الأول فلو كانت النسبة إليه ليست نسبة التشريف كيف يقال ولقد كرمنا بني آدم إذن آدم عليه السلام الأب الأول وهذا أول من ذكر في الاصطفاء والترتيب هنا فيما بين المذكورين ليس هو ترتيب في الفضل فيما بينهم وإنما فيما بينهم هو ترتيب بحسب وجودهم بحسب وجودهم وأما الاصطفاء والتفضيل فهو لهم على سائل العالمين فإذن هذا آدم وهو المذكور أولا باعتباره أنه أول هؤلاء الأربعة من حيث الوجود من حيث الوجود من حيث الخلقة آدم عليه السلام ثم ذكر الله عز وجل الثاني من هؤلاء المصطفين وهو نوح عليه السلام هذا النبي العظيم هذا النبي رفيع القدر عظيم الشأن الثابت في دعوته الصابر على قومه هذا النبي الكريم أول أول العزم من الرسل من حيث تاريخ الوجود فهو أولهم وجودا وكانت بعثته صلوات الله وسلامه عليه في مرحلة انحرف الإنسان عن الجادة وعن الصراط المستقيم الذي ابتدأه آدم عليه السلام حال نزوله إلى الأرض وأنا أكرر هذا الأمر من خلال وقوف الوقوف مع آيات القرآن وأحسب أنه لأهميته لأنه يمثل الحقيقة عظيمة من حقائق القرآن بالنسبة لتاريخ الإنسان نأخذه من قصة آدم عليه السلام تلك الحقيقة العظيمة أن قصة آدم قررت وبينت بيانا بكل جلاء أن الأصل في تاريخ هذا الإنسان على ظهر هذه الأرض أن الأصل فيه هو الإيمان لا الكفر وأن الكفر طارئ عليه وأن الأصل فيه الإنسان الاجتماع لا الافتراق وأن الافتراق طارئ عليه وأن الأسبق إلى تعليم هذا الإنسان وحي السماء فآدم نبي والله عز وجل علمه هدى فوحي السماء هو الأسبق عناية وتعليما لهذا الإنسان والإيمان هو الأساس في هذا الإنسان والاجتماع والاجتماع أساس في حياة هذا الإنسان فالكفر طارئ والافتراق طارئ والتعدي على هذا الإنسان بالتأثير عليه بدون هدى من الله هذا طارئ وليس هو الأمر الأصلي وهذه حقائق عظيمة في تاريخ وجودك أيها الإنسان ولذلك كانت قصة آدم هي القصة الأولى التي ذكرت في سورة البقرة قصة الأولى ذلك هي أول قصة ذكرت في القرآن بحسب ترتيب المصحف الشريف فإذا هذا آدم عليه السلام فإذا بعد أن المكر والكيد من عدو هذا الإنسان الشيطان تمكن بعد قرون وعلى ما نقل عن ابن عباس أنه بعد عشرة قرون تمكن من إخراج هذا الإنسان من تلك الأصول الثلاثة والأسس التي كان عليها وجود الإنسان على ظهر الأرض وابتدأ وجوده معها إيمان واجتماع وتلقي من وحي السماء فأصبح من نوع الإنسان ومن ذرية آدم من فارق قضية الإيمان فوقع في الكفر وعندها حصل الافتراق وعندها قبل الإنسان توجيها من غير وحي السماء وبدأ هذا الأمر في التناقص من جهة الأمور الأصلية وفي الزيادة من جهة الأمور الطارئة حتى وصل ووصل الإنسان على زمن نوح إلى منحدر سحيق في الانحراف وإلى مسخ كبير وإلى تبديل وتغيير عظيم وقع فيه هذا الإنسان لذلك بقي نوح عليه السلام في هؤلاء الذين وصلوا إلى هذا المستوى من المفارقة للأمر الأصلي والبعد عنه والبعد عنه والتجذر في الانحراف أن يبقى نوح عليه السلام ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا وجهارا وما آمن معه إلا قليل إلا قليل إذن يعطينا الدلالة أن نبيا من أولي العزم من الرسل يبعث في قوم ويبقى فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وما يقبل منهم إلا أفراد إذن ما هو التجذر الذي وصلوا إليه في أمر الانحراف والبعد عن الأمر الأصلي ثم نجد في تلك العقوبة التي حلت بهم العظيمة الرهيبة المخيفة وأن الله عز وجل أغرق الأرض بمن فيها وأنه لم يبقي من نسل أولئك أحد فقطع دابرهم وقطع نسلهم وأنه وأنه بالطوفان تغيرت تلك المعالم حتى لا يبقى شيء يذكر بهؤلاء الذين وصلوا في الانحراف إلى ذلك المستوى وهو يعطينا دلالة على قيمة الإيمان والتوحيد وإفراد الله بالعبادة هذه القضايا العظيمة الجليلة والبعد عنها ماذا يؤثر على الإنسان وأي مكانة لتوحيد الله وإفراده بالعبادة فلما هؤلاء رفضوا كيف كانت العقوبة من الله عز وجل ويعطينا الدلالة على جهد الأنبياء وصبر الأنبياء وامتثالهم لأمر الله ورحمتهم وبذلهم وعطائهم وكيف لا نحب الأنبياء وكيف لا نواليهم وكيف لا نستجيب لأمر الله ونجعل الإيمان بهم ركنا من أركان الإيمان نتعامل معه وفق هذا الأساس والأصل إذن هذا نوح ونوح هو الأب الثاني وأن أهل الأرض كلهم من بعد نوح فهم من ذريته كما قال الله عز وجل وجعلنا ذريته هم الباقين فذرية نوح هم من بقي على ظهر الأرض وكل من هو الآن موجود على ظهر الأرض من العرب أو العجم والأبيض والأسود فالجميع فالجميع كلهم من ذرية هذا الأب الثاني نوح عليه السلام إذن هذا النبي الذي اصطفاه الله ووقف هذا الموقف العظيم ثم عامل الله قومه الذين ما آمنوا به بعد ذاك البذل الكبير إذن هو ممن اصطفاه الله وقدمه وفضله على كثير من الأنبياء والرسل وفضله على الناس ثم يقول الله عز وجل بعد ذكر العبدين الصالحين آدم ونوح قال وآل إبراهيم الآل تطلق ويراد بها الأهل والقرابة والآل تطلق ويراد بها الأتباع آل فرعون أتباعه فلذلك الآل إذن تطلق ويراد بها الأهل والأقارب والقوم الإنسان الذين ينتسبون معه في نسب واحد فإذن يقال لهم آل وكذلك الأتباع الموافقين لهذا الإنسان المطيعين له فأيضا يقال لهم آله فذكر الله عز وجل آل إبراهيم إبراهيم خليل الله ومن قرأ ومن قرأ القرآن واستعرض قصص الأنبياء ونظر إلى قصة الخليل إبراهيم فإنه يصل إلى نتيجة كما أشار إليها بن القيم بأن من قرأ القرآن أدرك أن الله عز وجل يريد أن يشهر إبراهيم في العالمين تلك الأوصاف العظيمة الجليلة لأن كان النبي لو يوصف بوصف واحد أنه نبي أو رسول فضلا من أن يذكر أنه من الصالحين أو غير ذلك فهو الله أمر جليل فكيف بنبي وخليل اجتمع له من الأوصاف ما يقارب الثلاثين وصفا إبراهيم الذي وفى إبراهيم المؤمن إبراهيم الصالح إبراهيم المسلم إبراهيم المحسن إبراهيم الخليل إبراهيم الحنيف إبراهيم الصادق إبراهيم الذي أوتي رشده وهو صغير تلك الأوصاف العظيم الجليلة التي جاءت في كتاب الله عز وجل هذا النبي الكريم إبراهيم الذي الله سبحانه وتعالى هيأه لأعمال عظيمة جليلة من أعماله أنه رفع قواعد هذا البيت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت إبراهيم الذي آتاه الله عز وجل حجته في المجادلة لأئمة الكفر وسلاطين الطغيان النمرود كيف كانت مجادلة الخليل إبراهيم له وكيف أبطل حجته وأن الله عز وجل يذكر وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم إبراهيم هذا النبي الكريم الذي خفف الله عز وجل السنة على العباد في العقوبة ببعثة هذا الخليل إبراهيم كانت الأمم قبل إبراهيم إن كذبت الأمة نبيها أو رسولها يهلكها الله فببعثة الخليل إبراهيم خففت هذه السنة ولم يعد هناك البلاء العام الذي يصل إلى درجة الإبادة الكاملة كما ذكرنا في قصة قوم نوح وكما حدث لقوم عاد ولقوم ثموت فالله عز وجل خفف السنة إكراما لهذا النبي الكريم خليل الله إبراهيم والذي قيل في معنى اسمه إبراهيم أي أبو الرحيم إبراهيم صاحب بيت هو أبرك بيوت الدنيا إذ بعد بعثة إبراهيم عليه السلام فجميع الأنبياء من بعده هم من ولده وهم من بيته وهم من آله وأن كل من دخل الجنة من بعده فإنما دخل من باب بيته وأن الله سبحانه وتعالى جعله إماما للناس وأبقى تلك الإمام له إلى يوم القيامة وأنه صاحب الملة الحنيفية التي ارتضاها الله عز وجل وأمر الجميع بها وما من نبي بعث من بعده إلا كلف بها فالله أمر أنبياء بني إسرائيل أن يتبع ملة إبراهيم وأمر هذا النبي الكريم سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم عليه السلام والله عز وجل أمره بذلك وما أمر الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة أحد إلا ملة أبيه إبراهيم عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجله ويثني عليه وعندما جاءه رجل قال له أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير البرية قال ذاك خليل الله إبراهيم ثم يعلم أمته كيف تذكر الخليل إبراهيم كل صباح عندما يعلم أولاده ويعلم أمته أن الإنسان منا إذا أصبح يقول أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين هذا التعليم ليعلمنا كيف نتذكر الخليل إبراهيم عليه السلام كل صباح مع بداية كل يوم عندما نكون ملتزمين بأدب الأذكار والحفاظ عليها سيكون الخليل إبراهيم مذكورا على ألسنتنا عند كل صباح ومع بداية كل يوم ونذكره في صلاتنا عليه الصلاة والسلام فإبراهيم الذي وفى أول من يكسى يوم القيامة ومن نسله أعظم أمتين خرجت للوجود أمة موسى عليه السلام وأمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك آل إبراهيم إذن هذا النبي الكريم العظيم رفيع القدر والمكان عظيم الأثر على الناس آل إبراهيم فإذن المقصود هنا إذن خليل الله إبراهيم والأنبياء من ذريته وخير ذريته وخير ولده وخير الأنبياء من ذريته رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران موسى بن عمران موسى بن عمران وكذلك مريم بنت عمران فهل عمران أبو موسى هو عمران والد مريم الجواب لا فإن عمران والد موسى متقدم الوجود عن عمران والد مريم وبينهما كما ذكر بعض المؤرخين ما يزيد على 1300 سنة فلذلك من المقصود بعمران هنا هل المقصود عمران والد موسى فيكون آل عمران يدخل موسى وهارون ثم من ثم من بعدهم من ذريتهم أم المقصود عمران والد مريم فيكون المقصود هنا عيسى عليه السلام وإذا نظرنا إلى أقوال المفسرين فمنهم من قال هذا ومنهم من قال هذا ولكن لعل الأظهر والأقرب أن يكون عمران والد مريم الصديقة عليه السلام لما جاء بعدها قالت امرأة عمران فلو كان عمران الأول غير الثاني فكان يحتاج الأمر لبيان الفرق وأن الأول مقصود به كذا والثاني كذا ثم أيضا لما أدركنا أن من سبب النزول وهو وفد نصارى نجران فلذلك لعل الأظهر أن المقصود بعمران هنا ووالد مريم الصديقة عليه السلام وآل عمران فإذن الله عز وجل اصطفى آدم ونوح واصطفى آل إبراهيم وآل عمران على العالمين هذا الاصطفاء الذي لهؤلاء المذكورين هل واصطفاء رسالة فمن العلماء من قال ذلك ولكن يشكل في ذكر آل عمران إلا إذا قلنا المقصود هنا يصبح المقصود عيسى عليه السلام ومن هم من قال الاصطفاء هنا أنه فضلهم في الأمور التي ميزهم بها عن غيرهم ميزهم بها عن غيرهم ومنهم من قال أي اصطفى دينهم على جميع الأديان وكل في زمنه إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ولعل الأظهر أن الاصطفاء هنا تفضيل أن الاصطفاء هنا تفضيل ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم ذرية الذرية هذه الكلمة هل هي من ذرأ أي خلق فخلق بعضهم من بعض وهو قضية التناسل أو ذرية بمعنى من الذر وهو التفريع والافتراق فلذلك فهم في أزمان متعددة وفي أماكن متنوعة فمن العلماء من قال هذا ومنهم من قال هذا ومن ثم إذا قلنا ذرية بعضها من بعض فبعضها من بعض هل في النسب أن هؤلاء ذرية بعضها من بعض أي نوح هو ابن آدم وإبراهيم هو ابن نوح وآل عمران هم من أولاد إبراهيم عليه السلام فيكون ذرية بعضها من بعض أي في النسب في النسب أو أن المقصود ذرية بعضها من بعض أي في الإيمان والعمل الصالح والإخلاص والتوحيد لله عز وجل والإيمان به لأن الله يقول المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض فيكون المقصود هنا إذن بعضهم من بعض قضية التناصر في الدين ومن لطائف حقيقة في هذا الباب ما أشار إليه العلام بن عاشور رحمة الله عليه على أن قضية أو أن من تأمل سياق الآيات السابقة واللاحقة فإن ذرية بعضها من بعض أن المراد هنا البيان على أن هؤلاء على أن هؤلاء وإن افترقت بينهم الأزمان وإن أصبح أتباع هؤلاء من أهل الكتاب وصلوا إلى ما وصلوا من الانحراف في حق هؤلاء الأنبياء وعاملوهم على غير ما يريد الله عز وجل وغير ما يريد هم فيخبروا أن العلاقة بين هؤلاء الأنبياء أعظم ما تكون وأنها على حال الاتفاق والتلاقي أعظم ما يكون في أمر إيمانهم بالله وتصديقهم بخبر السماء وقيامهم بحق الله وغاية الوجود إفراد العبادة لله والتزامهم بالإسلام وأن هذا الجامع لهم مع ما بينهم من علاقة النسب لكن هذا الأمر ذرية بعضها من بعض أي أنهم إن نظرت إلى كل واحد منهم أمام هذه الأصول العظيمة فتراه قائم بها كما قام إخوانه كما قام إخوانه من قبله ذرية بعضها من بعض ثم ثم يقول الله عز وجل والله سميع عليم فالله عز وجل سميع لما يقوله الخلق عليم بما يضمرونه بما يقول الخلق عن هؤلاء الأنبياء مدحا أو انتقاصا غلوا أو توازنا محبة أو بغضا فالله سبحانه وتعالى سميع لكل ما يكون من الناس في كل شيء فالله عز وجل هو السميع عليم فهو عليم بما يضمرونه فهو لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء فالله عز وجل سميع سبحانه وتعالى لما يقوله الناس عليم بما لم يقولوه وهو في ضمائرهم وبواطنهم فالله عز وجل عليم به كما قال الله عز وجل في آية أخرى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير والله سميع عليم فإذن هذه الآية نجد تجلي عند إنسان يقرأها قضية الحب للأنبياء قضية إدراك الحكمة قضية العلم بالله عز وجل وفعله وقدرته وعدله ورحمته سبحانه وتعالى فلذلك إنسان يقرأ الآية ويتفكر أن هذه معاني لا بد أن يجدها وهو يقرأ هذه الآية فيزداد حبا للأنبياء ويزداد عزيمة في الاقتداء ويزداد بصيرة في إدراك الحكمة من بعثة الأنبياء والرسل ويزداد علما ومعرفة بالعلم بالله سبحانه وتعالى والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم امرأة عمران عمران وزكريا عليه السلام تزوجا من أختين واحدة منهما تحت عمران والأخرى تحت زكريا لذلك يقال عن يحيى عليه السلام وعيسى عليه السلام عند تعريفهما بابني الخالة بابني الخالة لأن أم يحيى هي أخت جدة عيسى عليه السلام فيقول الله عز وجل إذ قالت أي اذكر يا محمد اذكر واذكر لهم حين قالت امرأة عمران زوجته إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا هذا البيت الصالح بيت عمران ربا على الصلاح ونشأ على ذلك فها هي زوجته هل كان ذلك حال حياته أو بعد مماته فمن المفسرين من أشار ولم يرد في ذلك شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لعله من أخبار بني إسرائيل وهو أن بعد أن حملت أم مريم بمريم تؤفي زوجها عمران وما زالت مريم في بطن أمها فعندها حصل النذر منها ومنهم من قال أن ذلك على زمن عمران إذن نقف عند هذه الآية ونكمل في درسنا القادم بمشيئة الله تعالى ونقف الله أكبر صلى الله وعلى 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 صعب وعلى اشتركوا في القناة